إلى تفاصيل مجددا أهلا بكم دعا رئيس إقليم كردستان تيرفان بارزاني إلى تشريع قانون جديد للإدعاء العام والقضاء في الإقليم مشددا على ضرورة سيادة القانون وعدم تقويضه جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تخرج الدفعة الرابعة لمعهد القضاء التي تضم ستين قاضيا ومدعيا عاما في إقليم كردستان قال الرئيس تيرفان بارزاني أن القانون يمنح القاضي بأن يكون شجاعا وينبغي للقاضي أيضا رفض الإملاءات والآراء عليه مؤكدا أنه يتعين على المواطنين أن يشعروا بالتمأنينة بالقوانين وهذا ما يؤكد نجاح القضاء